بداية تقلق مجدي أفشا مع موسماني بشوف انه هو واضح جدا من خلال تحركاته ومن خلال الفراغات اللي بيلاقيها في الملعب من خلال الأردارات اللي بتقعها أعتقد من المدير الفني ازاي يقدر يبقى موجود في المكان ده في التايم ده وازاي يقدر يستلم في المكان ده انا بتكلم على نقطة انت بتتكلم فيها مهمة جدا وجود مجدي أفشا في الهدف نفسه ده بيدل ان كان فيه حاجة متضرب عليها انه بيضغط على السرد باكت تاني ده اعتقد كان وندي الأهلي اللي بيلعب بطريقته العادية الى 4-2-3-1 لكن مجدي أفشا في وقت الضغط بتتحول الى 4-4-1-1 او 4-4-2 في حالة الضغط مجدي أفشا في وقت الضغط ده كان ننا بلعب 4-4-2 او ندي الأهلي بيلعب 4-4-2 فكان هو الفرود التاني اللي بيضغط على الراجل حمارة يضغط على السرد باكت ولو كنا راحت للسرد باكت التاني هي ده اللي جات فيها الخطأ اللي حصل على فكرة الخطأ ده لو حصل ويمكن مجدي أفشا 4-5 متر وراء ما كانش هيلحق كوره وكان ضغطه كان ممكن يعد لياحي جبران يعد لنافسه ويأخذ طرق تاني لكن وجوده في المكان ده في الوقت ده ده شغل مدرب وانا كنت شايف كمان ان فكرة ان لعب النادي الأهلي ان هو يسيب الاستحواز او يسيب نادي الوداد يلعب من تحت زي ما هو عايز وبتدي يحضر نفسه لمكان او لطريق الضغط معينة هو ده كان الطريقة الأنسب بالنسبة لفريق النادي الأهلي ونجحت وقدر يخطف بيها والجلده أمن بشكل كبير جدا فوز النادي الأهلي في المباراة دي وكمان وقع النادي الوداد نفسيا مع ضياعة ضربة الجزاء كل دي عوامل ساعدت بشكل كبير جدا النادي الأهلي يظهر بالشكل ده